موسيقى أحييكم من جديد مشاهدنا الكرام موجة لأهم الأنباء قال فخامة رئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية كانت ثورة أكتوبر الضافرة حدثا أعاد للجنوب حريته ولليمن كرامته فكان شعبنا الذي أطلق قذيفة مريض الثورة في صنعاء ضد النظام الإمامي الكهنوتي المتخلف في 26 سبتمبر لعام 1962 كان على موعد آخر مع النضال وتحرر ضد الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس وقد استطاع شعبنا البطل في الجنوب إنجاز معركته الباسلة وهزم بعنفوان رجالته كبرياء الإنجليز وأرغمهم على الرحيل إلى الأبد مؤننا بحقيقة وحتمية انتصار الشعوب وأضف فخامته في خطاب وجهه لأبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة ذكرى الرابع والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة إننا حين نستعرض اليوم نضالات شعبنا ونستذكر بفخر فصول مجده المعاصر فإن من المهم الإشارة إلى ما تمثله ومثلته نضالات شعبنا من تحولات مصيرية مهمة على نطاق الجنوب واليمن والمنطقة العربية عموما إذ أن هذه الفصول المشرقة من حياة شعبنا جاءت والأمة العربية تمر بانتكاسات وإخفاقات موجعة فكان الأمل والانتصار وتوحد قادما من الجنوب ليمتد انتصاره وصولا إلى أقصى الشمال العربي بعث نيب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية تهنئة لفخامة رئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة وقال يطيب لي بهذه المناسبة العظيمة أن أرفع لفخامتكم أسمة تهن وتبركات بالذكرى الرابعة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر الخالدة ومن خلالكم نزف التهنئة لأبناء شعبنا اليمنية العظيم في الداخل والخارج وأبطال قواتنا المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية الذين يسطرون ملاحمة بطولية في دحر الانقلاب الإيراني وبسط نفوذ الشرعية على كل تراب الوطن ففي ذلك اليوم العظيم الرابع عشر من أكتوبر من عام ثلاثة وستين وبعد عام واحد فقط من قيام ثورة سبتمبر المجيدة جاءت ثورة الرابع عشر من أكتوبر الخالدة التي متلت ترجمة عملية لإرادة شعبنا في جنوب الوطن الغالي من التحرر من الاستعمار رفع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس المشير عبد ربو منصور هادي رئيس الشمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وذلك بمناسبة احتفالات شعبنا بالذكرى الرابعة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة وقال قال رئيس الوزراء في البرقية أن ثورة أكتوبر مثلت حدثا عظيما في حياة شعبنا وبرهنت في معجزة تاريخية أن إرادة الشعوب الحرة لا تقهر ولقد حققها أولئك المناظرون الشرفاء بسواعدهم وأسلحتهم البدائية يساندهم التفاف شعبي كبير غايتهم المشاركة هي الاستقلال والتحرير متسلحين بإرادة لا تلين ولا تعرف المستحيل واشترحوا بطولات ستظل محل فخر واعتزازا لشعبنا وأجياله المتعاقبة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وأضاف لقد عملت الحكومة تحت قيادتكم الحكيمة وبهديا من توجيهاتكم السديدة ورؤيتكم الثاقبة ترأس رئيس ومجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا استثنائيا من لجنة الأمنية بمحافظة عدن للوقوف على جملة من القضايا الأمنية بالمحافظة ونقش رئيس الوزراء خلال اجتماع تجهيزات الأمنية بمناسبة ذكرى احتفالات شعبنا العظيم بالعيد الرابع والخمسين لذكرى ثورة 14 من أكتوبر المجيدة وكذا مناقشة تفاصيل الأوضاع وتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة وسمع رئيس الوزراء إلى شرح موجز من اللجنة الأمنية عن الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة والخطط والبرامج التي يجي تنفيذها لاستباب الأمن والاستقرار وضمان الحفاظ على سلامة المواطنين ميدانيا لقي عشرة من مسلحي ميليشيا الحوثي والمخلوع الصالح مصرعهم بغصف مدفعي لقوات الجيش الوطني في محافظة مأرب وقالت مصادر ميدانيا أن قوات الشرعية استهدفت بالمدفعية الثقيلة تجمع الميليشيات انقلابية قرب تبة المطار في مدرية صرواح غربي مأرب وبحسب المصادر فقد أسفر القصف المدفعي عن مقتل عشرة من مسلحي الميليشيات وإصابة آخرين وكانت المنطقة ذاتها شهدت مواجهات عنيفة بين قوات الشرعية والميليشيات في الخبر الأخير استمرت المعالك العنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي وصالح القلابية شرقي العاصمة صنعات زمنا مع غرات مكثفة شنتها مقاتلات التحالف على مواقع الميليشيات وقالت مصادر ميدانيا أن معارك شرسة تواصلت بين الجيش الوطني والميليشيات في مناطق المجاوحة والمدفون وبران وجبل المنارة بمدرية نهم وتزمنت المعارك مع قصف مدفعي وصاروخي متبادل في مناطق المواجهات ذاتها وأفدت المصاطر أن غرات جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع متفرقة للميليشيات الانقلابية في مناطق مسورة ومحلي والمدفون وبران في المدرية ذاتها عندها الموجز دمتم في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة